شهدت مملكة البحرين خلال الأسبوع الماضي العديد من الأحداث والفعاليات الاجتماعية التقرير التالي يرصد أبرز هذه الأحداث تحت رعاية سعادة النائب خالد بن صالح بوعينغ وبدعم استراتيجي من فندق الخليج نظم نادي توس ماسترز العزم مسابقة من وحي رمضان وبحضور السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي والرئيس الفخري لنادي توس ماسترز العزم هذا وتسهم المسابقة في تحفيز وتجيع المواطنين خاصة الشباب على الإبداع في المجال الإعلامي والاهتمام الثقافي والعمل على زيادة وتطوير الكفاءات الشبابية في مجال الإعلام وخاصة في التصوير والمنتاج والإخراج والإنتاج بما يكفل تحقيق التدريب والمهارة لديهم لخدمة مملكة البحرين نظمت إدارة الأوقاف السنية مسابقة للقرآن الكريم بالتعاون مع جمعية الصداقة للمكفوفين وكرمت عددا من الفائزين في الحفل الختامي للمسابقة وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الأوقاف السنية الدكتور راشد الهاجري وبحضور رئيس جمعية الصداقة للمكفوفين وأكد الهاجري أن إدارة الأوقاف السنية تقوم بتنظيم عدة فعاليات كشراكة مجتمعية مع عدد من المؤسسات وهذه إحدى الفعاليات بالتعاون مع جمعية الصداقة للمكفوفين لاحتواء هؤلاء الطلبة والطالبات الذين لديهم رغبة في تعلم القرآن الكريم ودراسته وحفظه دشلت بلدية المنطقة الشمالية بالتعاون مع المجلس البلدي النسخة الخامسة من حملة بيئتنا غير في شهر الخير بمناسبة شهر رمضان المبارك تحمل رسالة هدفها زيادة الوعي بقضية المخلفات المنزلية وتعزيز السلوك الإيجابي وتقليل كمية المخلفات المنزلية للحد من الممارسات غير الرشيدة وتأثيرها السلبي على البيئة وأكدت مدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندسة لمياء الفضالة أن حقائق الأثار السلبية لثقافة الاستهلاك غير الرشيدة للمواد الغذائية هو الدافع إلى تبني نهج تعريف المجتمع بأضرار النفايات المنزلية وتعزيز قيم الترشيد وعدم التبذير خلال الشهر الفضيل مما يعزز من أهداف التنمية المستدامة أقدى مجلس المحرق البلدي اجتماعه لاعتياد التاسع لدول العقاد الأول من الفترة السادسة لعمل المجالس البلدية واستقبل المجلس ممثلا عن إدارة المرور والترخيص وذلك لمناقشة المشاكل المتعلقة بالإزدحامات المرورية حيث رفع المجلس طلبات المواطنين في مختلف المناطق مطالبين بتسريع الحلول المرورية ومن أهمها الطريق الدائري والجسور وتكثيف حضور رجال المرور وفي سياق آخر ناقش المجلس عدة ملفات منها الاستملاكات لصالح العام وتطوير آليات التنسيق مع وزارة شؤون البلديات والزراعة لتنفيذ توصيات المجلس وغيرها من المواضيع التي تختص بالبنية التحتية لمدينة المحرق أقد المجلس البلدي الجنوبي اجتماعه لاعتياد الثامن لدول الانقاد الأول من الفصل التشريع السادس حيث ناقش المجلس تقرير اللجنة الفنية بشأن تعديل الاشتراطات التنظيمية للتعمير والمتعلقة بالارتداد ونسبة البناء حيث تمت الموافقة بالإجماع على توصية اللجنة كما وفق المجلس على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن إنشاء منفذ في مجمع 966 إلى شارع الملك حمد بمدينة خليفة إضافة إلى ذلك وافق المجلس البلدي بتقرير آخر بشأن إنشاء ممشى وملعب النموذجي بمجمع 939 بعد ذلك ناقش المجلس البلدي بشأن اقتراح تخفيض الرسوم البلدية على بعض فئات الأسر البحرينية وفي ختام الاجتماع وافق المجلس البلدي بالإجماع بشأن الاقتراح بقانون بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة أطلقت بلدية المنطقة الجنوبية ضمن فعاليات رمضان العطاء حملة الايكوباس التوعوية التثقيفية بأهمية الحفاظ على النظافة العامة من خلال زيارة مدرستي الرفاع الغربي الابتدائية للبنات والأندلس الابتدائية للبنات بالتعاون مع شركة أوربيرز للنظافة للتوعية بقانون النظافة العامة وتضمنت الحملة محاضرة توعوية لطالبات المدارس عن أسليب التخلص من المخلفات وطرق فرزها وأعمال يعادة التدوير وأهميتها في الحفاظ على البيئة وجاءت هذه الحملة التوعوية ضمن أهداف بلدية المنطقة الجنوبية بترسيخ الثقافة السلوكية الصديقة للبيئة من خلال إعداد أجيال المستقبل وتوعيتهم بتبني السلوكيات والممارسات الصحيحة في التخلص من المخلفات وحماية البيئة سواء في المنزل أو في المدرسة وفي الأماكن والمرافق العامة أطلقت المعلمة زينب سعيد سلمان من مدرسة عالي الإعدادية للبنات مبادرة لتطوير خدمات مراكز مصادر المعرفة التابعة لوزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين وأوضحت المعلمة زينب أنها متأهلة للمرحلة الثانية من جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم في دورتها الرابعة وأن فكرة المبادرة تولدت لديها إثر مشاركتها في برنامج تدريبي نفذته الجائزة في جمهورية فرلندا بالتعاون جامعة هينينسكي وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف الأطفال والناشئة وأولياء الأمور وهي حاليا في المرحلة الأولى من الدراسة وقياس الأثر قبل التعميم على بقية مراكز المعرفة بمملكة البحرين وتشمل العديد من الجوانب التي تضمن إتاحة وسائل المعرفة المتنوعة والحديثة والمفيدة لجميع مرتدي المراكز بما يلبي مختلف احتياجاتهم أحيت وزارة شؤون الشباب فعالية القرقعون في هذا العام من خلال بست السعادة الذي جاب محافظات المملكة على مدار يومين وتتلخص فكرة الفعالية في تجهيز وزارة شؤون الشباب حافلة مكشوفة تجوب محافظات المملكة والمجمعات السكنية ويقوم عدد من الشباب بتوزيع القرقعون على قاطن القرى والمدن